كيف كنقول دائما الانفيرونمون كي لعبوا حد دور كبير بمعنى آخر البيئة اللي دائرة بك يعني الناس الليك تطلقها بيوم بزاف الحياة اليومية ديالك كي لعبوا حد دور كبير في النجاح ديالك معرفتش حل دي البرسنتاج اللي غدي نعطي لهذا الدور اللي كي لعبوا هاد الناس ولكن راه مهم بزاف دونك الانفيرونمون ديالكي لكان طوكسيك ولا مكانش كي عاونك ومكانش كي سوكورتيك فادك الشي اللي بغي توصليه بانسور ما غديش توصل وصورتو لكان كي ريزيستيليك هذا هو المشكل حتى على المرات كالقاب اللي كين واحد البيئة اللي ما تتعاونناش يعني غير ما تتعاونك شوصافيه ما كتدعمكش ولكن بعد المرات ركالقاب واحد البيئة اللي فرائمو تتحبطك التحت يعني ما كتبغيكش تزيد القدام وهنا فين يكون المشكل الكبير دونك شحال هذي كان ديك الساعة غير صاحب متلا والعائلة ميدابا بلو حواج اخرين اللي من هم متلا الناس اللي كتتابع في السوشيال ميديا الفيديوهات اللي كتتفرج فيهم هم تلعبوا واحد طور كبير كبير بزاف دونك إلا كان الانفيرونمو ديالك ما تيسيبورتيكش ما تيدعمكش ما كيتماشاش مع ذلك الشي اللي بغي توصليه فمن الأحسن انك تبعد لي تقدر تدير واحد لابخوش اللي اغريسيف شوية دير انك تجي مرة واحدة ببوك تتهرب على ذلك الشي كامل سواء تبدأت تقطع بشوية 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 تبدأت نقص مع الناس بشوية 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 تبدأت نقص معهم بشوية 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 تبدأت نقص معهم حتى في الأخر تهرب وما يشوفك تشي واحد ولكن ما يشوفكش تبقى ببوحتك يشوفك تقلب على واحد الانفيرونمو ولا تكري تخلق تخلق انتا واحد الانفيرونمو ولا واحد البيئة اللي غادي تعاونك يعني سواء في الأول تقدر تلقى بلاد مغي في الانترنت تقلب في الانترنت في السوش الميديا ضروري ما غتلقى واحد الناس اللي كيتناسبه مع الطريقة للتفكير ديالك لذلك هذوك الناس في الأول تقدر تكون تكتب معهم مثلا غير ببارة سواء انستغرام سواء فيسبوك سواء واتساب وتبقى كتتبقى معهم مثلا كل نهار تبقى تتابعهم وتبقى تشوف كيف يديرهم وانتا هذه السعر كتكري هذا كلهم في غنبه والناس الأخرى اللي قلت كتحاول ما ممكن كتبقى تبقى تبقى عليهم بشوية بشوية سينو هذوك الناس اللي ما كيدعموك هذوك الناس اللي ما كيدعموك غادي تجي معهم صاريح وغتجعوك منيشان وغتجلس معهم وغتقول لهم باللي شوف هذيك شي اللي كديره في انتو ما لا بخج ديالكم شنو بغي تطلبوا ذاك شي رح ما مبناسبش معي أنا انا بغي نختار واحد ترك اخرى هاشنو غادي ندير واشنو غادي ندير لذا انا رح ما شود هذا الشلي كديره انا هادشي اللي كديرو فيه مكا نقولش باللي خيب انا اختارت واحد ترك اخرى انتو اختارت واحد ترك اخرى الله يسهل على كل واحد فيكم ما تجيش بدك العبخوش ديال لهم كي يدروا شيئا خيبا لا ما تقول لها باللينتو وما اختارتوا ذلك الطريق انا اختارت الطريق تا واحد ما مزيان تا واحد ما خيب غير كل واحد اختار الطرق دياله دونك هما الرياكسون دياله ونربطة الفعل دياله تكون كما بغيت تكون المهم هو انت تاكسبتها وتكمل في الطرق ديالك يعني اللي بغوا يقول ويقولوا انت ما بغاديش تتسوق وكي يبقل تشوف الجاعة الاخرى خلاص كونك تتقلب ثم يبقيك تخلق واحدة البيئة الجديدة واحدة البقيئة التي تسوقك يقولك معلم مزيان ممكن تطيرها كدخص غير هذه وكي بدأوا يعاونوك بلا ما يشعر وتبقى تفريقونطيهم بزاف كيبقوا يموتيفك وتبقى تشوفهم فرايمرهم محركين هم مدين اشي حاجة تأتي بحالهم القادية اللي مهمة مهمة بزاف هذه بالنسبة الصحاب ثاني حاجة العائلة بسافة الناس يقول لي بالوالدية ما يدعموني فالكش اللي كنت ندير أنا بغي ندير هذا الشيء ولا يعجبني وكذا ولكن هما ضدي وهمهما بغيون يدير كذا وكذا وكذا ديما تنقول بالنسبة للوالدين حاول ما أمكن تمشي معهم في الطرح ديالهم كيفاش تمشي معهم في الطرح ديالهم يعني هذك اللي كي يقول لي قدقوا لي آه 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 أي بالصحة هذي شي كده قدقوا معهم ولكن انترك اخدا في حاجة انبارال انبارال تدير ذك الشيء اللي اخر ولكن وخاص الشي سيقول لك الاخبار مع المدة هذا الشي اللي كتفلو وغتقوا لي بغي ندير خاصة يكونوا فيه نتائج وماذا سيكونوا فيه نتائج وانتظر شيء امبا غريلهم في خبارهم ما بعد ذلك الساعة يأخذهم نتائج لأن الوالدين لماذا لا يريدون شيء يتبعوا في واحد القرار لذلك يخافوا عليك لذلك في الأول أنت تكون تقدر لا يأخذوا شيئا لذلك الذي نصحنا هو أنه يخدم نتائج ذلك ويأخذوا نتائج ويأخذوا نتائج بشأن يؤخذوا النتائج يسبب يتواجمون ولكن في الأول أن تستطيعهم الأضراء سيكونوا خلافين تقول المؤلمين قرأوا قرأوا أساس قرأوا لك حتى نصل إلى النتائج إذا تحاول ما أمكان فهمت كيف تغير ذلك الوقات التي تكون معهم كيف تخلق البيئة الأخرى التي تتعاونك لكي تصل لهذه النتائج وثالث شيء في الأمور وهي السوشيال ميديا على السوشيال ميديا قد تدخل ترى انستغرام ديالك اليوتيوب ديالك فيسبوك ديالك أي واحد ما تستفيد منه شيء غير زائد عندك انفولو غوتي غيد لا ليست ديال الليزامي انسبسكرايب من اليوتيوب وأصبح كل نهار تحيد وحد وكل نهار تحيد وحد اهم مهم ثم ترويج الناس التأكد في السيدي والدخل وتتشرك عند شخصاك تتنافذ من تلك المكان وما تريد أن تعود أن تتذوق جونًا تريد ان تتفل في بروغراماستي وما هو الأشياء التي تعجبك يتقع الناس في ذلك المجال الذي تريد أن تكون تريد أن تتشركوا حين تتبغي شو اللي في هذه البلاصة اللي في هادوك الناس دونك ستشوفوا ما شنو كيديرو ستشوف اللايفسايل ديالهم ستشوف كيفاش كيف يفكروا ستشوف شنو ما الحويج اللي كيديرو اللي زابيتو ديالهم دونك ستشوفهم ديما دونك نتمنى أن هذا الفيديو ديال اليوم تكون سافتي من و تكون عاوناتك في كيفاش تواجه الانفيرون مو ديالك ما علي إلا نقول لك تهلا ليا فراسك و نشوفوا قداء إن شاء الله في الفيديو جديد